اشتركوا في القناة المجلس النيابي وبانتظار المنحة الذي سيسلكه قانون الدرائب الجديد اعدت الهيئة الاقتصادية ورقة لرفعها الى الرؤساء الثلاثة تعرض فيها مقاربتها حيال مشروع الحكومة واعتراضها على الازدواج الضريبي اما الاعتبار فاعيد الى الموازنة ولو من باب خرق الدستور وتجاوز قطع الحساب لتبقى السياسة الخارجية لسيا ما حيال سوريا موضع خلاف بين المكونات الحكومية وعلى وقع الملفات الداخلية تعلن ترشيحات ترسم ملامح تحالفات جديدة وايضا تنسف تحالفات قائمة لا يسلم من تداعيتها تفاهم معروب مع ضيفي عضو تكتل التغيير والاصلاح المشرع المخضرم الاستاذ نعم طلع ابي نصر اللي طبعا استاذ نعم طلع كان لك دور كتير كبير باقتراحات قوانين ومشاريع اصبحت نافذة سأبدأ معك بهذه الاختراحات اهلا وسهلا بكم يعطيك العاقين طبعا الاقتراح الاخير اللي حضرتك اشتغلت عليه لفترة مطولة ولسنوات هو انشاء محافظة جديدة بجبل لبنان بكسروان وجبيل ويكون مقرة بجوني هذا الاقتراح اليوم ابصر النور اخذ هذا المسار الطويل لماذا كل هذه السنوات واليوم كيف سيطبق كيف سيترجم الاقتراح قدام بالالفين وثلاثة تزامنا مع اقتراحين قدمهما النواب بعلبك منطقة بعلبك الهرمال وكذلك نواب عقا الطريق بالنسبة لهم كان الطريق عسكرية ما تجاوزت سنة انا اخذت معي 14 سنة ونص المؤسف انه نطرع عدة مواضيع ما كان فيه تضامن ما كامل من نسبة لمنطقة نواب بحينة نواب جبيل وكسروان وجبل لبنان وكمان الموضوع التاني تعرقل بلجنة البلديات والجنة الدفاع والبلديات عاساس انه هدا لازم يجي بمشروع هنون من الحكومة بينما هالنظرية ها ما اعتمدت لمن اقررت محافظة جبل محافظة عكار ومحافظة بعلبك والهرمال يعني كان في هون ازدواجيه بالطاواتي على سقف واحد هاي اخدت معنا وقت كتير سنوات بعدين كمان اصيرت نقطة انه ما في تعددية ضمن المحافظة تعددية مذهبية مذهبية يعني هايدي محافظة الموارنة او بهالمعنى هايدي مذهبية لنالن يعني بالنبطية ما في تعددية اكتر علما انها عنا ناية بشيعي بجبال واذا كان فيه مثال للعيش المشترك بلبنان هو بمنطقة بلاد جبال في الشيعي وفي السنة في الارتودوكسي في الماروني في الارمني كلهم موجودين بمنطقة جبال على كل من بعد كل هالشي هذا قدرنا بطريقة انه اعتمدنا الاقتراع واستعاننا ببعض نواب من طرابلوس حتى نواب مستقلين ايه وطبعا واقر المشروع وهلأ فاخمة الرئيس مضي القانون ومنتأمل هلأ يتنفس لأن هذا له ضرورة كبيرة كتير لأن بمنطقة بمحافظة كسروين جبال في واحدة تسعين بلدية موافقين على المشروع وقدموا طلبات وقدمونا في اكبر مؤسسات سياحية اقتصادية في 12 جامعة في 12 مستشفى في اهم مؤسسات سياحية عندنا كمان عندنا عدد كبير من السكان كمان بيقطن كسروين وشبال وعندنا كمان القلعة جبال كل هالشي كلها يعني اذا بدنا نروح للمؤسسات في 80 مصرف بين جبال وكسروين اذا بدنا نروح ل يعني كل هالناس هاو بيحتاجوا للدولة هلأولا يعني دالما كل يوم يطلع 1500-1800 سيارة يمنع بكرة ويجوا عالظهر عبعب ده مش نشو مش نطا هادا تا يدفع الضريب هادا تا يصدع عمضة استاذ مدرسة عاتي افادة ممدير المدرسة كل هالشي ها بتخفف بنسبة كبيرة عجلة الساد باختصار ها عم نجيب السلطة نقربها حد المواطن ها هي تخدمه وهو يخدمها بدفع وجباته تجاهها وهي بتلبية مطالبه باللقاء هادا يعني ها ضد الحصرية الإدارية اللي ها حد هلأ كلبنان كله محصورة أكتر شي ببيروت بيروت وضعوا رحيها لما بتخف الحصرية ها الإدارية ساعتها بعد قصت عجلة السير والمواطن بيكون مرتاح أكتر ما عاش فيه تلوث بالبيئة ما عاش فيه عجلة السير ها اضعت الوقت بيطلع على بعبدة مش انت يصدق بقوله تعا بكرة انت لو بتعرف كيف يجتني الفكرة بالأساس هاي بالخمسة وسبعين كسروين انعزل سكرت طريق نهر الكلب انعزل معاش فيه يوصل على بعبدة أحد المواطنين اللي هو تعويض استملاك بسيط خمسة عشر ألف ليرة أو عشرين ألف ليرة وقته وعيزون ما يقدر يقطع يستأجر فلوكة يعني مع الصيادين تقدر قطع النهر طلع بعبدة قلو تعا بكرة ضيع نهرين من أصل خمستاش ستتاشر ألف ليرة محكم لو قلو فين ولكن استاذنا عمطلة تبقى العبرة بالتنفيذ اذا اخذت عشر سنوات أو اتناشر سنة لأبصر هذا الاقتراح النور قد يبدو وقت حتى يصير على أرض الواقع هو بحاجة لاعتماد مالي معين أليس كذلك؟ مضبوط بس ما تنسي شغلة أنه فخيمة الرئيس نايب عن منطقة كسروان وجباب فخيمة الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية اليوم هل وعدكم بتسريع الاليات؟ من دون ما نطلب هو بيعرش نعم وأصلاً نحن الخامانه منطلب هو بيعرش نعم، شو بحاجة هذا الاقتراح ليترجم؟ بحاجة لوجود إدارات بناء مؤسسات؟ أول شيء عينه محافظ بدون ما يختلفوا على الطيفته تعين محافظ بالدرجة الأولى وطبعاً جهاز والمكان موجود المكان موجود القائمة مقامية بتتحول لها محافظة وعم أهلهم يبنوا طابق إضافة يبنوا دوايب بس المهم يعينه محافظ مع الجهاز العقد إلو من أمين يا عمي وأمين سر إلى خير وبعتقد اتحاد بلدية كسروان وجبال مستعدين يسهموا بهالموضوع مالياً وطبعاً إدارياً نعم، وغيره من أيضاً إضافة إلى المحافظ ما هي المراكز والدوائر بحاجة إلى إدارة؟ كل شيء كل شيء قيادة درك لمحافظة كسروان جبال كل الوزارات تتمثل بالمحافظة مثل مصاير بعبدة بجونة وجبال ميكانيك والبدكية وكله طبعاً بحاجة إلى وقته وبحاجة إلى ميل لترجمة هذا الإقتراع؟ طبعاً هذا الشيء بدو ما أبلغ بآخر مرة صرفوا لمحافظتي بعلبك وعكار رحو إلى 100 مليون دولار نحن طبعاً الكلفة رح تكون أقل لأن الشيء تقريباً مجهزة وأغلب الوزارات أو أسم كبير من الموازرات ممثل بيجونة مقلون اللي يزدون لهم صلاحياتهم وبعد هذا الشيء هذا إذا أخذ سنة سنتين بس أهم شيء يبلشوا بتعيين محافظ وجهاز تابع لها المحافظة هذا جناز إداري والباقي هيئاً كتير يتأمن يعني أستاذنا عمطالله هذا الاقتراح أو إنشاء محافظة جديدة بجبيل وكسروان هو بمثابة وجه من وجوه اللامركزية الإدارية صحيح؟ صح خطوة أساسية نحو اللامركزية الإدارية أداي بحاجة لبنان من هذا المثل من أن ننطلق أداي بحاجة لبنان اليوم للمركزية الإدارية مثل المقالات لتخفيف الزحمة عن بيروت لإنجاز معاملات بالمناطق أداي لبنان بحاجة لهذا المشروع وبعضه مجمد بأدراج المجلس الميابي أنا جيت على مجلس النواب من 18 سنة انتخبت سنة الألفان بيجينا مشاريع أو اقتراحات أوانين نحو اللامركزية لكن عملياً على الأرض أو حتى أنوناً ما صدر شي بعض نعم كلها اقتراحات أنوين أو مشاريع تحال ولكن لم ينفذ شيء من هالأبيل حد هلا نعم بقى هذه هي الخطوة العملية نتأمل أنو تتنفذ بسرعة وهي خطوة أساسية نحو اللامركزية نعم في مشروع يدرس بالمجلس النيابي بلجنة رئيسة النائب روبير غانم يدرس مشروع كان أعدته لجنة كمان في المحامي زياد بارود مشروع اللامركزية الإدارية أين أصبح هذا المشروع؟ بعد وما تناقش بالهيق العامي ما الذي يعرق لليوم الوصول إلى مركزي الإدارية في مخاوف سياسية معينة؟ هل البعض بيعتبرها فدرالي بمحلات؟ نحن ملهيين بعدة أمور بلش بالسلسلة وأمثالة وغيرها وغيرها يعني ما فينا نقول إنو المجلس عم بيتكسلان أو مش عم بيتخرف بس سياسيا عم بيسير في تعرقل نحو الاجتماعات والأخرى يعني حكومات مش مستقرة كانت بتعرفي إنو تعطل المجلس أوقات سنية بيكملها وغيرها أكثر أو بيتصورها متقطعة بس بتأمل هاللق نية في حكومة الوفاء الوطني ماشي حالة وإن شاء الله تقدر تعمل انتخابات بالوقت المعين وتمشي قصة السلسلة كمان اللي هي مطلب شعبة بعتقد هايدي السلسلة وقرت ولكن تعرقلت شوي أو تعدلت بفعل قرار المجلس الدستوري نعم واللي نحنا بنحيي هالقرار هايدي هاي معناته إنو بعد في مرجعية بلبنان تلجئ إليه البعض انتقد قرار المجلس الدستوري اليوم نعم البعض اليوم انتقد قرار المجلس الدستوري ما في شيء مش رحيق بلبنان رح يمرو بدون معارضة أو بدون انتقاد بس بطرق نسبية نحنا هذا هالقرار هايدي طمعا في الداخل والخارج إنو بعد في مرجعية قضائية كبيرة ترجع إليه مشين تنفيذ الدستور اللي اتفقوا على اللبنانيين اللي اللي نطعن فيه كل يوم تقريبا عم ما عم نخالف الدستور بإشي كتير بإشي كتيري طبعا ومنها إقرار الموازنة من دون قطع حساب أو تسوي على إقرار موازنة من دون قطع حساب مظبور هيدا أيضا مخالفي للدستور تعليق المادي سبعة وثمانين من الدستور اللي تقول بوجوب نشر قطع الحساب قبل إقرار الموازنة اليوم فيه توجه لإقراره من دون قطع الحساب هايقا متفقين عليها متفقين عليها مهم تمرو السلسلة مع أقرق مع ضرائب تكون مقبولة تكون مقبولة الضرائب تكون محقة اللي بيطايلع كتير معلش يدفع واللي عم بيطايلع قليل يدفع قليل لأن حرام الطبقة الوسطى والفقيرة هي تتحمل وحدها لا لازم ملك اللي يدفعوا بس بالتوازن وبصدق وبشفافية هلا طبعا في تواجه نحو الأملاك البحرية إيه لاش لا ولكن يتأكدوا إنه فعلا عم يدفع عم يربحوا يدفعوا ولكن ضريبة على الأملاك البحرية اللي فردت هي خجولة جدا بالنسبة للتعديات وحجم التعديات يشرف مجلس النوابية عيد النظر فيها وين المشكلة؟ اليوم في اقتراح تقدم من اللقاء الديمقراطي؟ على المصارف كمان المصارف مش عم بيتهربوا بس كمان مش نفيش خلقنا فيهم لا يكون شيء مقبول بطريقة تمرق السلسل نعم عندنا اعتراض المصارف وهي إطلاق السلسل ومن يوم مطالع نتبع نظام معين مش نترك بتتدارك الأمور إلنا عشر سنين نحكي بالسلسل نظام درائبي إلنا عشر سنين مديون التتراك كان بالآخر ما عاش فينا ندفعها ولا عاش فينا نسددها نعم اليوم فيه انتباع أنه فيه محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري بإعادة فرد درائب جديدة تشبه الدرائب القديمة وهي تحصيل الدرائب من جيوب الناس فيه فيه توجس وفيه خوف من هذا الموضوع ما بعد قد هلأ من بعد صدور قرار المجلس الدستوري وتفتحت العين لدرجة صفة الشزوز رح يكون تير خجول وإن شاء الله ما يصير نعم عندك معطيات حول السل الداربية الجديدة لا بالتفاصيل لا نعم والجلسة التشريعية المفترض كمان تحدث عنها وزير المال علي حسن خليل مفترض تكون هذا الأسبوع كمان في عندك معطيات عن قرب إنعقاد جلسة تشريعية لمنائشة المشروع الذي سترسله الحكومة ما بعد إذا المشروع صار جاهز هلأ لم يرسل بعد إلى المجلس النيابي بقى لما بيصير جاهز ما بيتأخر دلت الرئيس إنه يعرضوا وأخر مرة نهار نهارين ثلاثة مستعد يعني هاو منحيي على الجلد اللي عنده على الصبر وعلى وهيدي ميزة موجودة عنده إن شاء الله ولكن النواب لا تقابل دائما هذه الميزة يعني كمان عم نشوف في جلسات تشريعية تعقد لا يكتمل نصابة يعني في إهمال من عدد من النواب بتأمين نصاب الجلسة شدنا بالفترة السابقة بالأسبوع اللي انعقدت في الجلسة التشريعية واللي ما اكتمل نصابة مساءً لعدم حضور النواب نحن هايك لازم بكرة في انتخبات الكلمة للشعب وقالك أنت رح تصوت فيك لا تعطيهم السألة للنواب نعم قبل أنت إلا وقالك أنتخبين ومددين كمان كذا مرة أنت عندك الحرية بكرة الكلمة بالنتيجة للشعب والشعب مش عارف قيمة كلمته هاي المشكلة استاذنا عم طالب نرجع عم نحكي عن المركزية الإدارية اليوم الكلمة للشعب ولكن هذا الشعب عندما يعوز ويحتاج النائب لكتير خدمات إنمائية هو بحاجة اللي يصوت له لأن الدولة بمحل معين غايبة عن المناطق كرميل هيك أحيان الشعب بيكون قراره وتصويته غير محرر من القيود لأنه بحاجة للنائب ليصوت له أو للوزير أو للمرجعية السياسية لأنه عم بتأمنها الخدمات يا للدولة بالمقابل ما عم بتأمنهم هام تطرحي موضوع الصوت التفضيلي وقداش بدو يكون قيمته بكرة بالانتخابين نعم يا هالسبب بكرة المرشحين اللي مدهنين بنستعدين يعني هيدا شي بيفتح مجال للمال الانتخابي؟ هيدا بكل أسف بيفتح المجال هيك وكيف سمينا إصلاح للصوت التفضيلي إذا بيسمح مجال لرشوة الناخبين؟ هيدا نعمل شغلي على السريع مان سنين ما بيكفوا تمديد ثمان سنين لنسج أنون انتخاب عادل محق وهو ما بيكفوا كان بدون أكثر نعم عندك اعتراض على الصوت التفضيل هل عندك اعتراض كمان على البطاقة؟ طبعا صوت التفضيل ضمن دايرة انتخابية واحدة لا بدي أحشره بقضاء لا بدي أحشره بقضاء إذا جباله كسروان سوا ليش جبالي ما في يعطي الصوت التفضيلي لمرشح كسرواني والعكس صحيح؟ نعم استاذني عم تلقى بناصر لكن انتو بتكتل تغيير والإصلاح هيدا القانون مشيتوا فيه ووقعتوا عليه بهذه الطريقة وبهيدا الاتجاه للصوت التفضيلي بيعجلي كبيري نعم ثمان سنين ما كفر نعم والبطاقة الممغنطي برأيك اليوم إن شاء الله تمشي إن شاء الله يصير في انتخابات ورح يصير انتخابات بعدها إن شاء الله يصير في انتخابات يعني فيه شك عم نسمع البعض اليوم عم يتحدث عن إمكان تأجيل وتمديد رابع للمجلس المنون ما بعته ما بعته كما في اتهامات لطيار الوطن الحر أنه يسعى إلى تمديد للانتخابات البعض يتحدث عن حسابات رئاسية معينة ما سمعت فيها ضمد التيار نعم ما سمعت فيها لو سمعت فيها بكي نعم بموضوع الانتخابات أيضا استاذ نعم طلع أبي ناصر كمان حضرتك اشتغلت على موضوع استعادة جنسية على حق المغتربين بالاقتراع اليوم في هذه الدورة الانتخابية لانتخابات بعد أشهر قليلة هل سنستطيع أن نطبق موضوع اقتراع الناخبين المغتربين؟ هذا موضوع اقتراع المغتربين وتمثيلهم يعني اشراكم بالحياة السياسية هذا واجه هؤلاء اللبنانية قاعدين برا وتهجروا أو راحوا لأسباب عديدة نعم منها أمنية منها اقتصادية منها خوف على المصير وعلى الرؤية سفروا بل شيء من سنة 1920 طلعوا من مجاعة طويلة عريضة على أثر حصار حصار تموينة بر بحر من قبل تركيا في قصم كبير مات جوع قصم هاجر وقصم بقي نحن أحفاد القصم اللي ضانج وقدر بقي اللي راح بسبب الجوع هذا لبناني لماذا من رد له تذكرته والذي سافر من أجل طموحات معينة أو من أجل أحداث نحن نعب سنة 1975 على أثر وفاة بشيري جميل لماذا هناك اغتيال بشيري لماذا هناك هاجروا على أساس كمان اغتيال دوت الرئيس رفيق الحريري كمان هناك هاجروا يقصوا خافوا هذا البلد يمكن منه نهائي لنا هاجروا هاو ما بشركهم بالحياة السياسية هذا حقون بشركهم بالحياة السياسية انتخاباً وترشيحاً وتمثيلاً واستعادة الجنسية نعم هلأني في قانون واضح وصريح باستعادة الجنسية رقم 41 صدر من سنتين نحن هذا القانون صدر تنفيذاً لأحكام القانون والدستور لأن الدستور بيقول الهوية اللبنانية طريقة اكتسابة وحفظة تحدد بأنون مش بمرسون جنس ربع مليون زلمة نعم تفاصيل يعني قانون استعادة الجنسية وأيضاً حق المقترعين بيئة الاقتراع حق المغتربين بيئة الاقتراع راح نتابعوا مع حضرتك بعد هذا الفاصل القصير تبقوا معنا نتابع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ نعمطلة أبي نصر ونستكمل بموضوع استعادة الجنسية اللبنانية القانون أقر منذ العام 2015 إلى اليوم مرت سنتان ما الذي تغيره؟ أشياء كثير تغيرت أول شي خلينا نحيي معالي وزير الخارجية اللي عم بيهتم فعلاً فعلاً عم بيكرس قصب كبير كثير من وقته مشان يهتم باللبنانيين المنتشرين في الخارج عنا بمعدل ثلاثة أو أربع مؤتمرات للاغتراب بالسنة بين لبنان وخارج وعن بيرحقهم مطرح منهم هذا يعطي ألف عفية القانون اللي صدر إنما كانوا موافقوا مثل إذا ما رفقوا حملة إعلامية بلش بالسفرات وبالأنصليات بيحس اللبنانيين تيقدموا هالطلبات لأن هايدي دوز يام تراز يام جنراسيون هاودي جدهم راح ما بقى يحكوا عربي ما بقى بيربطهم باللبنان ما بيعرفوا يتصرفوا بدك تروح لعندهم تفهمهم تا نقدر نستشيد من هالقانون هاي وإلا إذا بيت الأمور بدون هالحركة هاي لا لأن تاخد أربع خمسة شهر بين تقديم الطلب والتحقيق واللجنة ومدير عام مدير عام تاني اتنين مدرة مع قاضي مع تحقيقات إذا ما كانش معاملتي كمان في واحدة عام بيلاحقها ما تطمروا هلأ اللي مستفدين بالمئات فقط بلما لازم يكونوا بالآلاف المستفدين هاللي استفادوا فعليا الحركة هاللي عم تنقيم فيها ضرورية ضرورية علما بالمقابل فيه مرسوم صدر مخالف للدستور مخالف للأنون بشحطة ألم جنة سنة الأربعة وتسعين ميتان ألف شخص صاروا أربعمية اليوم وقانون استعادة الجنسية وجنسهم وما قلن حق منهم 75 ألف سلسطينة عم نحكي بالأرقام فيه ناس تجنسوا كانوا بالحبوسة ليه الحكم حتى ما بيتنفذ مضع على صدور الحكم والحكم صدر بالإجماع عن مجلس شورة الدولة كل رأسها الغرف اشتركوا فيه بصيابته وما كان يصدر لو ما قدمنا سؤال للحكومة اللي يرحمه الشيخ رفيق الحريري قلنا له مضى سبع سنين ونص سبع سنين ونص الحكم ما صدر جوابنا قال رح نعمل على صدوره ومن بعد ثلاثة شهر صدر هلأ له صدر بالألفان وثلاثة يعني صدر له أربعة عشر سنة صدر الحكم لا وزارة الداخلية لا تنفذ لماذا معالي الوزير الحالي لا تنفذ حكم مجلس شورة الدولة هناك ناس حرامية تتجنسوا وبالحبس هناك مجرمين تتجنسوا وبالحبس هناك 75 ألف فلسطيني بطاقاتهم تدل أنهم فلسطينية وموجودة في ملفاتهم هذا التوطين هذا التلاعب بين نمغرافية البلد ومصيره بين طوطين وتجنيس وتهجير وهجرة وباع أرض وعدم معالجة الهجرة وعدم إعطاء المغتربين حقهم هالتلاعب بديمغرافية البلد شو نتيجته ولكن اليوم أنت تلاعب عددي بنيمغرافية البلد لصالح مذهب أو طايفي على حساب البيئيين هذا شيء ما بيمر بهالعهد ومش لازم يمر بعهد ميشيل عام نعم أستاذ نعمت الله يعني اليوم حضرتكم على يعني رأس السلطة وهذا العهد لم نسمع أي من النواب تكاتل التغيير والإصلاح يطالب وزير الداخلية بتطبيق يعني قانون اللي صدر عن مجلس شورة الدولة نعم نحن أنا هلأ عم بقله في حكم قدامك صادر بالإجماع عن أعلى سلطة تنفيذية إدارية بلبنان شرف نفسه بالمقابل قانون استعادة الجنسية مثل ما حضرتك عم بتقول صاروا جيل ثالث شو بيربطهم بلبنان اليوم وما هي حملة العلاقات العامة التي تقوم بها الدولة لاسترجاع هؤلاء أو بالأحرى لتشجيعهم على استعادة الجنسية إذا من رأى نشاط وزارة الخارجية منقول عم بتعمل فيها تعملوا وبالعكس عم بتعمل المطلوب منها وأزود خصوصا قياسا مع الوزارات أو مع الوزراء اللي كانوا قابلها بالأول نحنا كنا مش عارفين وزارة شوها حاصرة جهودة ببنط أمعينة أفريقيا وواس أما هلأ لأ عام شاملة بكل الجاليات بكل الأماكن مع كل طواقفها بس بهمنا هلأ متما قلنا نحس الوزارات أو بالأحرى البعثات الديبلوماسية بالعالم كله لها المغتربين يشتركوا معنا اقتراعاً وتمثيلاً واستعادةً للجنسية ويشرفوا يوصفوا مصاري بلبنان ما نروح لعنهم بس وبالمقابل هن كمان يطالبوا بحقوقهم يطالبوا بحقوقهم أنك تعرف أنهم يعرفوا أصولهم وإنتماءهم لهذا الوطن هذا من المسحة وبالمقابل نحن ما نعطيهم مثل العاطل أنه في لبنان هناك وفيه رشفة وفيه سرقة وفيه تنصيب وفيه عجق سار وعطيناهم النموذج وخلصنا يعني شايفين هني نموذج رجوع عن الخطأ فضيلة خلينا نجرب هالسمع العاطلة هالسمع العاطلة اللي عمرها ما بعرف عشرية سنين خلينجرر نصححها تحسين الصورة الزهنية بحاجة لحملة حملة علاقات عامي يشترك فيها أكثر من وزير وأكثر من فريق سياسي اليوم كمان في انتقاد لحسرة بوزارة الخارجية إنه؟ يعني اليوم البعض يصوب على وزارة الخارجية بأنه حركتها الخارجية اليوم بهدف الانتخابات النيابية بخلفية انتخابية معينة بعتد أنا المغترب واعي لدرجة إنه بيعرف كيف ينتخب وين بدو ينتخب ثانياً إذا بدنا نخد إياساً على الماضي على آخر مرة الأعداد اللي تسجلت مننا كبيري وهذا معيب بالنسبة إلن هنه بشمال المغتربين بالعكس لازم يقدموا على الانتخابات بكل سئة وأناعة وأناعة أو إنهم هني ينتسبون لهالبلد إنهم يعملوا واج بيتهم تجاه هالبلد أو إنهم فعلاً ساعتها مش هممهم لبنان ساعتها ليش بدنا نعطيهم الجنسية ولش بدنا نهتم ولش ولش أنا بعتبرهم هوا مواطنين إلهم ينتخبوا مفرد نخد حوافز ضمن أناعاتهم ضمن أناعاتهم والمسرح مفتوح للكد لكن للمرشحين مش بس للمرشحين الطيار بالعكس أنا بعرف إنه في وجود قواتي برا موجود في وجود لحزب الله أكثر من غيره في وجود لأمل اغترابي أكثر من غيره أما هذا الاتهام منه بمحله ما أنهم محله أبداً نعم وحق المغترب بالاقتراع كيف ألي التطبيقه؟ يعني اليوم متل ما منعرف ما فيه قنصليات أو مكاتب البطاقة البطاقة الإغترابية من خلالها يقدر ينترع يقترع وبدو كمان مشان القانون الحالي بيشترط إنه يكون فيه مسجل متان شخص تيصير عندهم قلم اقتراع متان مش هو عدد كتير كبير برأيك لك عندنا نحن خمسين بيعملولهم ألم اقتراع عشرين واحد بيعملولهم ألم اقتراع لا بدك تفرض مئتان وعم يجي من ضيعة بعيدة أو من مدينة من ولاية بعيدة أكيد هيدا بدو التعتيل هيدا من زمان عند نطلب فيه العديد من المؤكد أنا أقرت بمجلس النواب بشغلة مهمة كتير أنا باقتراحي اتناعشر معها يقصمون مناصف هلأ فيه ستة على ستة قرات أجله بس ليس للدورة الجاي للدورة البعدة نعم ننتقل لموضوع النزوح السوري كمان حضرتك عندك أكثر من موقف في موضوع النزوح السوري وأيضا اليوم رئيس الجمهورية قام بجولات وأيضا أسمع صوت لبناني للمجتمع الدولي بضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين هناك 85% من المناطق الآمنة في سوريا اليوم كلبنانيين متفقين نحن على عودة العودة الآمنة كقوة سياسية بكل أسف اللي عم بعرقل العودة سياسيين لبنانيين لأسفاب سياسية لأسباب أمنية لأسباب مالية أو اقتصادية هاو قد نستعمله نخيل جيش مثلا الطايفة الفلانية مثل ما استعمله الفلسطينيين بالسابق وكان عنا أحداث مميتة يمكن هاو يستغلوا فيه كمان ناس عم بيجيهم المساعدات وهن عم بيوزعوا عم بيستفيدوا اتنينن الموظف المرتشي اللي عم يوزع بياخد حصة بيوزع حصة تانية بيرجع هن مش عارفين مصلحتن بيستقبلن مننن بلبنان بيستقبلن بسوريا لازم ييرجعوا سوريا بيرجع سخرية القدر هادي ضوى عنا سيد حسن نصر الله دعيه سيد حسن نصر الله انه للعودة كمان اللبنانية بيعتبروا قاعدة اعمار سوريا ينطلق من لبنان يعني نحن بكرا عم نستقطب شركات ومؤسسات دولية ونقلها بدك تروح تشتغلي ونزلزم بالسورية ونحن ما نحكي مع سوريا بدنا نعمر سوريا بدون ما تعرف سوريا بدون ما نحكي مع سوريا بالوما بدنا نعمرها ما هي المنطق هاد ما هي المنطق هاد حب بيطة سوريا ولا ما حب بيطة المصلحة بتقطضي تتعامل معها ولكن هذا الرجل عجبته مرته ولا ما عجبته المصلحة بتقطض ان تعاون مشين الولاد نعم ولكن اليوم السياسة الخارجية التي يفترض ان يقر مجلس وزراء مجتمعا نرى هناك سياسات خارجية وليست سياسة واحدة كل وزير فاتح حسابه بموضوع السياسة الخارجية ما في ارار موحد من مجلس وزراء بكل شيء بكل الموضع الوزير اليوم هو كل شيء لا في مدير عام لا في رئيس مصلحة لا في مستشار ولا شيء كل وزير فاتح حسابه هذا خطأ كبير وهذا يجب إعادة النظر فيه إعادة موظف البندوية بطير الموظف البندوية ما بيصير هيك مع فساد مخيم على كل إدارات الدولة نعم الرئيس الحريري قال بمجلس وزراء أنه غير موافق على لقاء الوزيرين لمعلم باسيل يعني داخل مجلس الوزراء هناك حتى مع حلفائكم اليوم في نظرة متباعدة جدا بالعلاقة مع سوريا أول شيء الهدف شو من هاللقاء مصلحة لبنان إجراء شيء الهدف شو هو عودة عودة النازحين مش هدا هدف كبير هاي ده هدف من أهدف كبير مش هدا هدف وطني كبير وكل اللبنانية بينادوا فيه ناس صغرية ناس من كل ألبون وناس هايك الهدف نبير وثانيا نحنا بدنا نسكر الأحدود على طول نحن وصوريا لش بالسياسة فيه خصومة بالدوم نعم شو اللبي عدل السياسة عند الناس المصلحة الوطنية العليا اتفائيات تعدل من أجل المصلحة الوطنية إذا وزير خرجية اجتمع وزير خرجية عايزوا وبدوا منه يطلب تسهيلات مش هين عودة هاي فضيحة نعم قبل ما نختم بدنا ننتقل كمان اقتراح حضرتك اشتغلت عليه أعلان دولة لبنان الكبير يعني اقرار يوم لدولة لبنان الكبير ذكرى بمناقشات الجلسة التشرعية شاهدنا أن بعض الأفريقاء السياسيين أخذوا النقاش إلى مكان سياسي اليوم هذا الاقتراح ألغي؟ هذا الاقتراح لا وعدنا في دولة الرئيس قال لي ترك الأمور علي رح نحوله على لجنة الإدارة والعادل وعدنا أنه بدوا يمشي والآخر قال لي ما بتوسق فيه؟ يعني أبوسق فيه طبعا إذا وعد بيوفر بس المفاجأة كانت أنه لايك فيه معارضة هيدا الاقتراح عم بيخرج اللبنانيين من وطن جبل لبنان الصغير نحو رحاب دولة لبنان الكبير بيضم بيروت الشمال الجنوب البعلبط البقاع هيدا لبنان الحديث مش لبنان الصغير المتقوقع ولكن شو أهميته اليوم؟ شو مديف اليوم لهذا الاقتراح؟ هيدا مهم كتير بيبين أنه نحنا طلعنا قررنا ننفتح نتعاون كل كل المناطق واحدة جغرافية واحدة شعبية سما كيف وطن واحد لا بديلة عنه الاعتراض كان كان أنه الحدود الحالية ما ضمت القرى السابع صحيح إذا فيه زمالنا الأستاذ حسان يضم القرى السابع نائب حسان صفد الله ونائب ناوات المجد إذا فيه ضم سراءة كل فلسطين على لبنان وتصفى وطن قوي لبناني ما عندي مشكلة أنا أكيد موافقين يضم القرى السابع بس كيف؟ ضي طريقة ما هي الأسباب الموجة بالأقتراح؟ بعت هذا حتى نواب حزب الله منهم قدلوا بهال بهال الفكرة ها بشين تعديل يمكن الأسباب الموجة بالأكتر والأقال والاقتراح رح يمروا هل تم تعديل الأسباب الموجة؟ بس أنا بتأسف أنه ما كان فيه بالعكس النواب المستقبل أيدوا المشروع النواب المسيحية ما كانوا ضد بس ما شفتهم متهوسين كتير ما شفتهم كتير متهوسين هذه نقطة منا كتير لصالحنا يعني حتى كمان زملائك بتكتل تغيير مصلح ما دافعوا عن هذا أكترا ما كانوا، ما كانوا ضد ولكن ما دافعوا؟ لا يعني يمكن تطمينت دولة الرئيس طمانتهم أنه رح يمروا نعم، شكرا لألك استاذنا عمطلة أبي نصر يعني بتخصيص يوم لدولة لبنان الكبير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لحسن المتابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر